ما انا هجي الترمي التاني في الرياضة ما انا هكتول شوية حبتين يعني حبتين تلاتة تمام ومس صعب هو طويل الجبر في منطقة السهولة تمام والناس اللي نوية يعني تكمل علم الرياضة الواحدة اولى في الجبر اتقض نفسي الكلام في تالتة سنة تمام فالجبر عندكم في منطقة اهمية اوكي الواحدة الاولى بيتكلم عن مصفوات خمس دروس الموضوع ان شاء الله سهل وبسيط جدا وهتشوفه النهاردة يعني نهاردة مقدم عن مصفوات تمام وهقول درس ونعرف عن ايه مصفوفة تمام آآ الموضوعات ليه سهل وبسيط جدا خمس دروس الواحدة التانية عبارة عن فيها درسين اوكي الواحدة التالتة حساب مسلسات بقى تقريبا برضو خمس دروس او ستة دروس اوكي وعندنا واحدتين هندسة كل واحدة فيها آآ واحدة اول اربعة دروس الواحدة التانية خمس دروس فالمنعج يعني احتاج على قل خالص تمام ممكن يكون اربعة وعشرين حصة يعني تلات شهور تمام فهتلاقي نفسين احنا بنزود حصص لوحدها فانا حاول ازود لكم حصص انتو الزيت ولل سنوه بالزيت هحتاج ممكن اديكم كل اسبوع مسلا حصة زيادة كل اسبوعين حصة انحدد مواعدها في الحصص بحيث ان احنا ايه نلحق نخلص المنهج ويبقى عندنا اسبوعين كده الراجع فيهم ان شاء الله اول درس عندنا بيتكلم على حاجة اسمها تنظيم البيانات في مصوفات تمام انا دلوقتي يا شباب لو انا عندي اوكي مصنع بيصنع تلاجات وبيصنع مسلا شاشات وبيصنع ماش تلاجات وشاشات اوكي تمام فاجيه حسب المبيعات مسلا في شهر يناير وفي شهر فبراير وفي شهر مارس تمام ودي التلاجات ودي الشاشات اللي بيصنعها فاجيه لقى في شهر يناير باع خمسين تلاجة شهر فبراير باع خمسة عشرين تلاجة في شهر مارس طبعا وحصل تعويم ومش عارف فيه والدنيا غليت فما باعش غير عشر ايه تلاجات لان صار كانت غالية خاصة الشاشات في شهر يناير بيباع مئة وخمسين شاشة في فبراير باع خمسة وسبعين في مارس ما باعش غير شاشتين اوكي فلاقي ان كل عدد من دول بيمسلي حاجة يعنا اول ما اشوف الخمسة وسبعين دي يا شباب افهم منها ايه عدد الشاشات المبيعه في شهر فبراير اي وعدد الشاشات المبيعه خمسة وسبعين في شهر فبراير اول ما اشوف الخمسين دي افهم منها ايه اتتت à新 qui عدد تلاجات المباعة في شهر يناير اول ما شايف اول ما شوف الاتنين دي دي تمرسل لي ايه? معدد الشيشات المباعة فشار ما يارف. حلوة اوي. فقال لي انت تقدر تطلع البيانات دي او تحط البيانات دي في علاية مصفوفة. انا لو عنده القوس دا واتي شباب كان قوس ايه? مجموعة. مجموعة القوس دا. كان زوج مرتب. قوس زوج مرتب. تمام? قوس بقى المصفوفة نفس الزوج مرتب بس ايه? كبير شوي. فوحط فيه العنصر دي زي ما هي مكتوبة بالزبط. طبعا مش هجيب لك كده بس ده نمسال توضيح بس. اوكي? الاعادات دي يا شباب اللي انا كتبتها تسمعها عنصر. انا بسكن البيانات دي جوه البرنامج. واحط جوه البرنامج المصفوفات دي يا شباب. الاعادات دي. تمام? فالبرنامج الواحده اوتوماتيك هيكون موضح لي ان الخمسين دي تمثلي عدد التلاجات اللي بتتباع في شهر يناير. اول ما هشوف العشرة دي هفهم منها ان دي عدد التلاجات المباعة في شهر مارس. فالعداد اللي موجودة دي اللي مكتوبة اوتام اسمها. اسمها عناصر. العناصر دي مترتبة في حاجتين. على هيئة ده اسمه ايه? ده اسمه صف. الافق ده اسمه صف. والرأس ده يبا اسمه? اسمه عمود. اسمه عمود. يبقى ترويل ان المصفوفة هي ترتيب للعناصر على هيئة صفوف افقية واعمدة رأسية. طبعا الصف الافقي ببقى مكتوب كده. والعمود الرأسي ببقى كده. يبقى هو ترتيب للعناصر على هيئة صفوف افقية واعمدة رأسية. واعمدة رأسية. تمام? المصوفة دي يا شباب فيها كام صف? ثلاثة. وفيها كام عمود? ثلاثة بره. يعني فين الثلاثة دول يبقى? اه عمود اتنين وآآ مصوف ثلاثة. ايوه. انا ابدأ بالصف يا شباب. بابدأ بالصف. لما تيجي تبدأ بالصف. يبقى فيها كام صف? ادي واحد. ثلاثة. ادي اتنين. ادي تلاتة. كام عمود? ادي واحد. ادي اتنين. يبقى عمودين. بابدأ فيها يا مصر ثلاث صفوف. وعمودين. اوكي. بابدأ في حاجة اسمها نظم المصفوفة. حاجة اسمها ايه? نظم المصفوفة. ما هو نظم المصفوفة دي? هو عدد الصفوف في عدد الاعمدة. عدد الصفوف. ادي واحد. اد اتنين. اد تلاتة. في عدد الاعمل ده كم عمود? اد واحد اد اتنين. يبقى النظم المصفوفة تلاتة في اتنين. المصفوفة اللي قدام. طب المصفوفة دي يا مستر. اه. النصفة دي. كام صف? صفين. صفين. كام عمود? ثلاثة. ثلاثة ثلاثة في اتنين في ثلاثة. لازم نكتب الصف في الاول واكده العمود. في فرق بين المصفوفة ثلاثة في اتنين والمصفوفة اتنين في ثلاثة? ايوة. ايوة طبعا. ايوة. نكتب الاول الصف? ايوة. نكتب الاول الصف واكده العمود. يبقى المصفوفة ثلاثة في اتنين. يعني ثلاث صفوف في عمودين. بينما المصفوفة اتنين في ثلاثة. يعني صفين في تلات اعمدة. صفين في تلات ايه? في تلات اعمدة. اوكي? تمام? بيفنا الفرق بين تلاتة في اتنين واتنين في تلاتة? المتصوفة دي يا شباب اهو. فيها كم صف دي? واحد. وكام عمود? تلاتة. تلاتة. ادي واحد. ادي اتنين ادي تلاتة. يبه صف واحد في تلاتة. اين في عشك تلاتة في واحد? المتصوفة دي? فيها كم صف? اه صفين وعمود واحد. يبه النظم بتاعها? اتنين في واحد. اتنين في واحد. واضح? كلام ده? تمام? يعني النظم مصفوفة? يعني عدد الصفوف في عدد ايه? يعني عدد العمدة. عدد العمدة. عدد الصفوف في عدد العمدة. عدد الصفوف في عدد العمدة. اوكي? تمام? يعني نظم مصفوفة? مصفوفة والف تلاتة في اتنين. يعني تلات صفوف عمودين. تمام? في حاجة اسمها عبد العنصر. المصروفة دي فيها كم عنصر يا شباب شايفينه? اه تلاتة. تلاتة. فلما يجي يقول النظم واحد في تلاتة. يعني اضرب واحد في تلاتة. هي اتنين تلاتة عنصر. النظم اتنين في واحد. يعني دينا عبد العنصر اتنين. النظم هنا صفين في تلاتة اعمدة. يوب اتنين في تلاتة كم عنصر? ستة عناصر. ستة عناصر. المصروفة دي تلاتة في اتنين تلاتة صفوف اهو. يبقى وردو كم عنصر قدامي? ستة عناصر. ستة عناصر. يبقى لو انا عند النظم اعرف اجيب عدد العناصر بكل سهولة. لو انا عند النظم اعرف اجيب العناصر بكل سهولة. اه مصروفة دي فيها تلاتة في اتنين. تلاتة في اتنين بكم عنصر? بستة. خلاص. كل عنصر من دول يا شباب. تمام? الخمسين دي يا شباب. عرفت ان هي بتمثل لي حاجة. يبقى كل عنصر من دول ليها وصف. ليها وصف. يعني ايه يا مستر? اهو. اهو. اوكي. الخمسين دي لما شفتها يا شباب. عارف ان وصفها ان بتمثل لي عدد التلاجات المباعة في شهر يناير. الخمسة وسبعين رفت ان لها وصف عدد الشاشات المباعة في شهر الفبراوي. قال للمصفوف يا شباب بايه? يبقى لها ايه? لما تيجي اتمثلها تقول مصفوفة قلف. مصفوفة باية. مصفوفة الجيم. والقلف يبقى حرفي كبير كده. تمام? او الباية حرفي كبير كده. او الجيم حرفي كبير كده. او يا مستر. يبقى عارفنا المصفوفة. لما اجي اكتبها صفة الف او با او جيم. فقال لي يا مستر العدد خمسين ده. لما اجي اوصفه هو موجود فين? هتقول لي يا مستر موجود في الصف في الاول. ويه تاني وفي العمود الكامل? الاول برضي. الاول. حلوة قوي. يبقى الخمسين دي لما اجي امثلها دي كأنها الف بكتب الف سمول. الف صغيرة. تمام? الصف في الاول بيتكتب الاول واحد. العمود الاول بيتكتب التاني. يبقى واحد وقت مش اسمها احداشر. مش اسمها احداشر اسمها واحد واحد. الواحد الاولين دي تشير الى الصف. والواحد التانية دي تشير الى العمود. الخمسين دي موجودة فين مكانة لما اجي اوصفها? العمود التاني. بابدأ بكلمة صف. دايما بابدأ بكلمة صف. يوما موجودة في الصف الكام? الصف الاول والعمود التاني. الصف الاول يبقى الف الصف الاول يعني واحد. العمود التاني يعني اثنين. اثنين. جبه واحد اثنين معناها الصف الاول العمود التاني. فلما يجي يقولي الف واحد اثنين بتسوي كم? اقول له يا مصر الف واحد اثنين يعني صف اول عمود تاني. يبقى ايه العنصر موجود في الصف الاول العمود التاني? المية وخمسين. دي الخمسة وعشرين ما كانها فين? اه الصف الاول اه العمود الاول برا. كان الخمسة وعشرين يبقى. صف الاول اه صف التاني عمود. ايوة صف تاني عمود اول اهو. الف صف تاني يعني بكتبه الاول يعني اثنين. عمود اول. دي خمسة سبعين. صف تاني عمود التاني. صف تاني عمود تاني. اهو. العشرة دي. صف التالت لعمود الاول. يبقى الف صف تالت يعني تلاتة. عمود اول يعني واحد. دي صف التالت لعمود التاني. صف تالت تلاتة اثنين. اوكي واضح. فاجي جيب لك كده بس ان عندك مصفوفة اسمها جيم. فخمسة سالب واحد تمانية. سالب اثنين. تلاتة. صف. تسعة. او استواشر. اثنين وعشرين. النظم بتاع المصوفة دي كام? ايه يعني عدل صفوف عدل العمودة. نظم يعني صف في عمود. تلات صفوفة ايه? وفقية وتلات اعمدة رأسية. اوكي. ده نظم الصوفة عدل عناصر. اه ستة عناصر. لا اه تسعة. تسعة لو عدتهم واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة او تلاتة في تلاتات تسعة. تمام. لو قال لهاد جيم مسلا يا اه سارة لو انا عايز جيم اتنين واحد. هيطلع بكام قيمتها? اه سليب اتنين. ايوة. يعني صف في تاني عمود اول. ادي صف في تاني. بتعمل اهو بعمل نفسي. ادي صف في تاني يا مستر. عمود اول. العنصر في الصف في التاني عمود اول اهو ده. بيتقطع هما لتاني الخطين في سليب اتنين. اوكي. يعني مسلا يا منا. لو طلب مني جيم تلاتة واحد. تسعة. تسعة عمود اول يبقى التسعة. لو طلب مني يا يوسف جيم اتنين اتنين هيبقى تلاتة. تلاتة عمود تاني يبقى التلاتة. وهكزا بقى. جيم واحد واحد. يا معاز. هكزا بقى خمسة ايه? واحد واحد اول عنصر. اللي هو ايه? اللي هو الخمسة. واضح شباب? وضعه بسيط جدا وسهل. تمام? فيجي يقول لي مسلا في احد الاسئلة كون المصفوفة. يجي يقول لي جيم ميم نون. المصفوفة جيم ميم نون. بيقول لي انت عندت ميم بيساوي واحد واثنين. ونون بيساوي واحد واثنين وتلاتة. ماشا يا مسلا تكون المصفوفة ايه المشكلة بالنسبة لي? جيم ميم نون يا شباب. جيم ميم نون من تحت كده يا شباب. عادي جيم. اهو. ودي ميم نون. ميم دي عدد ايه يا شباب. العمدل. جيم الاولين الصفوف. لا 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 الله. الصفوفة. يببى الاولين الصفوف. اوكي يببى الاولين الصفوف. والتانية? الامدل. والتانية الاعمدل. اوكي? يببى كم صف? ميم فها كم? ميم فها ونون فيها كام? ثلاثة عميدة. ثلاثة عميدة يعني انها مصفوفة كام في كام? اتنين. اتنين في تلاتة. يبقى ميم اللي هي صفوف اتنين نون العميدة تلاتة اتنين في تلاتة. بص بعمل ايه يا شباب? بعمل خطوط واهمية ليه كده. دفاع صفين في تلاتة عميدة. واحد. اتنين تلاتة. بس. العناصر اللي اكتبها هنا التخاطر. ده العنصر اولاني. نجيب صف الاول عمود اول. دي. صف اول عمود تاني. دي. صف اول عمود تالت. يبقى واحد واحد. واحد اتنين واحد تلاتة. هنا. نجيب صف تاني عمود اول. صف تاني عمود تاني. صف تاني عمود تالت. واضح? انا يا شاباب بيقول صورة يا شاباب نكمل نتعمل الصورت لازم عمل الصورت. يوب بجيب ميم نون عيد تانا. ميم تعني عدد الصفوف المكتوب الاول ونون تعني عدد الاعمدة فبنا عندي صفين وعندي تلات اعمدة. هذا الصفين اوه. وقادي التلات اعمدة. يبقى في الصف الاول جيم واحد واحد جيم واحد اتنين واحد تلاتة جيم اتنين واحد جيم اتنين اتنين جيم اتنين تلاتة. مواضح. نشوف بها şehاب انواع المصفوفات. انواع المصفوفات. اول حاجة في إيه لو انت عندك مصفوفة كده. المصروفة دي النظم بتاعها ايه? صف واحد وتلاتة اعمدة. ايوة صف واحد وتلاتة اعمدة. يعني واحد في كيف يا مصر? يعني واحد في تلاتة. المصروفة دي واحد في تلاتة. يبقى صف واحد وتلاتة اعمدة. واحد فين? واحد في تلاتة. اوكي. فيها كم صف دي يا شباب? صف واحد. يبقى دي اسمها مصفوفة الصف. يبقى ايه تعرف مصفوفة الصف? دي مصفوفة فيها كم صف? صف. صف واحد. فلما يقولي مصفوفة على النظم واحد في اتنين. يبقى عرف ان دي مصفوفة نوحها ايه? مصفوفة صف ايه? صف. مصفوفة الصف دي مصفوفة فيها صف واحد. فيها صف واحد. لو عندي مصفوفة زي كده. النظم بتاعها ايه? آآ تلات صفوف وعمود واحد. ايوة دي اسمها مصفوفة ايه طبعا الطبيعي اللي اول ما تشوفها. العمود يا مصفوفة. يبقى مصفوفة الصف هي مصوفة بها صف واحد واي عدد من الاعمدة مات الفرقش. واحد في تلاتة واحد في اتنين واحد في الخمسة ما ييفرففرقش مع students. دي مصوفة ايه? دي مصوفة العمود. مصوفة العمود بها عمود واحد تلاتة في واحد. اتنين في واحد سبعة في واحد. المهم من يعدل العمدة كom؟ عمود واحد. مصفوفة الصف صف واحد مصفوفة العمود فيها عمود واحد ده اسمه ايه ده يا شباب عدد اضلع كلها بتسوي بعض بيبقى مربع مربع فلما يبقى عندي مصفوفة اتنين في اتنين او مصفوفة ثلاثة في ثلاثة يبقى تسمع مصفوفة مربع مربع مصفوفة مربع يبقى ما هي المصفوفة المربعة هي مصفوفة عدد صفوفة يساوي عدد عموداتها عدد عموداتها او يبقى واحد خمسة اتنين مثلا صف يبقى دي مصفوفة مربعة لانها اتنين في اتنين النظم بتاعها اتنين في اتنين يبقى مربعة مصفوفة كده ثلاثة في ثلاثة رم عدد الصفوفة يساوي عدد عمدتها يبقى مصفوفة دي اسمها مصفوفة مربعة يبقى مصفوفة الصف ومصفوفة بها صف واحد مصفوفة العمود مصفوفة بها عمود واحد مصفوفة مربعة عدد الصفوف يساوي عدد عمدها لو انا عندي مصفوفة زي كده. ايبه مصفوفة ايه دي? صفرية. كل العناصر صفار يبقى مصفوفة صفرية. يرمز بالرمز المصفوفة الصفرية رمز المستطيل الصغير. كم في كامل مصفوفة دي? تلاتة في اتنين. تلاتة في اتنين. يبقى ايوم وزي الرمز كده مصفوفة صفرية تلاتة في اتنين. فاعرف ان انا عندي تلات صفوف. وعمودين كلهم ايه? اصفار. كلهم اصفار. كل العناصر اللي فيها اصفار. لما يجيب لي مصفوفة زي كده. دي مصفوفة نوحة ايه? اوما يجيب لي رمز المستطيل. اتنين واحد او اتنين في واحد. مش هتفرية. سواء كده اوكي. دي مصفوفة نوحة ايه? صفرية. صفرية. يبقى المستطيلة دي يعني المصفوفة الصفرية. اتنين في واحد يعني ايه? يعني صفين اهو. ادي صفين اهو. اعمل صفين واهمين اه. كم عمود? عمود واحدة. اهو. يبقى انا عندي عنصرين اهو. والعنصرين دولا كلهم فيهم ايه? اصفار. يعني كدنا مصوفة ايه? صفر. صفر. دي مصفوفة صفرية اتنين في واحد. مصفوفة صفرية اتنين في واحد. واضح? مدخل بقى الاهم المصفوفتين عندي. المصفوفة الكطرية. قال لي المصفوفة الكطرية دي لها ثلاث شروط. اول حاجة هي مصفوفة مربعة. اتنين حاجة كل عناصرها صفر. تلت حاجة معادة الكطر الرئيسي. يعني يا مستر مصوفة مربعة مثلا زي تلاتة في تلاتة او كل عناصرها صفر يا مستر. كل عناصرها صفر لازم تكون مربعة لازم تكون مربعة تلاتة في تلاتة او اتنين في اتنين. ودل عليكم اما تلاتة تلاتة او اتنين في اتنين. تمام? كل عناصرها صفر معادة الكطر رئيسي. ده الكطرة. ده الكطر. ده الكطر الرئيسي. ده الكطر الرئيسي. تمام? اهو انا لو انا عندي مربعة. كده. اسمه الاف با جيم دال. الاف جيم ده اسمه ايه? الكطر. اسمه الكطر. فالف جيم ده انا ببدأ من يمين عشان انا في العربي. تمام? يبدأ الكطر الرئيسي. لما بعد كده هنعرف ان باق دال ده اسمه الكطر التاني. اللي عندي اللي هو ده. تمام? فانا مليش دعب الكطر التاني دلوقتي. مش حصتنا النهاردة. يبقى الكطر الرئيس اللي هو ده. يبقى انت قلت لي يا مستر ان المصوفة الكطرية ده مصوفة مربعة. كل عناصرها صور معادة الكطر الرئيسي. الكطر رئيسي ممكن احط فيه قيمة. اه كده. دي كده مصوفة ايه كطرية? او اكتر من قيمة. عادي. دي مصوفة كطرية كده. يبقى اهو هنا في سبعة. يبقى كل عناصرها صفار معادة الكطر الرئيسي. في قيمة او اكتر من قيمة. يعني ينفع حط سبعة هنا وحط هنا قيمة او صفر عادي. ينفع حط هنا واحد بس. او واحد وتلاتة مثل. او واحد وتلاتة وسلم خمسة. ما تفرقش معايا. تمام? يبقى انا اهم حاجة بالنسبة لان كل العناصر صفار معادة الكطر في قيمة او اكتر من قيمة. يبقى انا اجيب لي مصوفة زي كده هون. اقول له دي مصوفة كطرية. ايه? لا لا لان اول شرط في المصوفة كطرية لازم تكون ايه? مربعة. مربعة. يعني عدل العناصر ايه زي العدل الصفوف زي عادل العمدة. انا اعMark aussفوف تلاتة وهي عادل العمدة تنين اصلا لايبقى دي مش مصوفة هيا صفار كطرية اصد لان inconصوفة كطرية أصد. ا Potato olha soci air قيمة ايه? لازم تكون مربعة. لازم تكون مربعة. المصوفة العناصر صفار معادة. الكتر الرئيسي يا مستر. اوكي. ندخل على اخر نوع من مصفوفة. مصفوفة ايه? الوحدة. مصفوفة الوحدة هي مصفوفة كترية. طب ايه الفرق يا مستر? قال الكتر الرئيسي كله بيكون قمته واحد. كله خلي بالكم. كل عناصر الكتر الرئيسي. يعني ده واحد وده واحد. لو واحد بس اللي مكتوب يبقى دي مصفوفة كترية. لو كل العناصر واحد يبقى دي مصفوفة ايه? مصفوفة الوحدة. كل العناصر واحد يبقى دي مصفوفة ايه? الواحدة. الواحدة. يبقى مصفوفة الواحدة هي مصفوفة كترية. معادة معادة الرئيس القطر الرئيس يبقى كل واحد كل واحد يبده يسبق المصوف تالوا سرايا ما Luca ساة الصف دي ماسوعه تكون من صف واحد عن نصه ما هو واحد صف بتلاتة واحد في اتنين واحد في خامس يعمهم من الصف واحد المصوفة العمود عمود واحدة تلات صفوف فعمود لازم اختب الصف الاول بعد كده العمود صف الاول بعد كده عمود مصوفة مربعة الصفوف اللي عم اذا بيصوف престابعة اتنين ثلاثة بتريد. مصوفة صفرية تمام مربعة او لازم تبقى مربعة. تمام؟ عادي ممكن اتنين في اتنين تلاتة في اتنين واحد في اتنين مهم ان هي ايه صفرية مش شرط ان هي تبقى مربعة. تمام؟ المنصوفة القطرية دي هي دي لازم تبقى مربعة ده الشرط الاول الشرط التاني جميع عناصرها الصفار الشرط التالت معدى القطر مين؟ معدى القطر رئيسي. في ارقام او رقم واحد في ارقام او رقم واحد. المهم لا يساوي ايه الصفر او اهدى القطر الرئيسي. هذا القطر الرئيسي. القطر الرئيسي. ده ينفيه اصفال او كل عناصر. اه لو حطيت هنا واحد واحد يبادي اسمها مصوفة الواحدة. لو حطيت هنا واحد واحد بس. ما كملتش ده واحد يبادي مصوفة عادية كتريا. بس لو اضيفت واحد هنا يبادي مصوفة الواحدة. خلي انتي سلب واحد يبادي مش واحدة. دي كتريا. الواحدة كل العناصر دي واحد. كل العناصر دي واحد. حطيت هنا اتنين واحد واحد يبادي عادية مصوفة كطرية مصفوفة كطرية. مصفوفة كطرية. طب لو خليت ده واحد وده واحد وده واحد يجبه مصوفة ايدي؟ مصوفة الواحدة. مصوفة الواحدة. طب هنا لو حاطيت هنا اثنين مثلا. طب المصوفة دي مصوفين? مصوفة عادية? كطرية? ده. كطرية يرزب كل عناصر الأصفال معدف كطر. مستر المصوفة عادية يا مستر مربعة طالما تلاتة في تلاتة بابة مربعة بس كثيرة. يعني المصوفة دي هنا مثلا وديه صفر. يبادئ مصوفة كترية عادي طالما القطر الرئيس كل الصفار معادة القطر يبادئ مصوفة كترية. طب إنا لو حقيت في صفرة. وهنا حقيت واحد. لا يا مستر مش كل العناصر الصفار معادة القطرة فيه عناصر فيها قيم. يبقى دي مصوف عاديا ي Monatever West kept глубiding between two يبقى مربعة. اتنين في اتنين اتبقى مربعة. واضح يا شباب الفرق من القطرية والوحدة والمربع. مصوفة الوحدة يا شباب بيرمز لاقي بنربه سالآة. تمام مصوفة التوحدة لازم تكون مربعة. لازم تكون مربعة. يعني اتنين في اتنين تلاتة في تلاتة. طبعا فيها اربعة فاربعة وهكذا. بس انتوش عليك والكلام ده. بيقول لحد اتنوع المصوفة. المصوفة الاولانية دي اسمها ايه? واحد في تلاتة. ايه واحد في تلاتة. تمام? طب اسمها ايه ما صوفت ايه? صف. صف دي ما صوفت ايه? ما صوفت العمود. ما صوفت العمود والنظم بتاعها? ايه تلاتة في واحد. ايه وطلق صفوف. فعمد واحد. المصوفة دي صفرية. صفرية. اتنين في اتنين. اتنين في اتنين. دي ما صوفة? قطرية. قطرية. قطر في يا مستر عناصر وبقية العناصر الصفار. دي ما صوفت? الوحدة. الوحدة يا مستر. القطر كل واحد وبقى الصفار. دي يا مستر مصوفة ايه? ده عادي. دي ما صوفها دي يا مستر نظم بتاعها اتنين في تلاتة ولا ايه نعم الانوان اللي احنا قلنا ده. تمام? دي مصوفة صفرية. كل العناصر بتاعتها الصفار. اوكي? واضح. متى يتساوى مصففتين? امتى اقول مصوفة بتساوى مصفوفة? بصة شبه. هلو مصوفتين دول بيساوى بعض ولا? عطينا واحد خمسة اتنين تلاتة. عطت هنا سالب سبعة على سالب سبعة. وحاطت هنا عشر على اتنين. وحاطت هنا اتنين. عطت هنا تلاتة. هلو مصوفتين دول بيساووا بعض? عشان نتساوى مصففتين. يبا لازم كل عنصر زي اللي اقصاده. كل عنصر زي اللي اقصاده. الواحد. وزي اللي اقصادها. هل السلب سبعة على سلب سبعة بواحد? لا. جابنا يا ابني سلب سبعة على سلب سبعة. اي عنصر على نفسه بكام? اي حاجة على نفسه بكام? بواحد. بواحد. يبا سلب سبعة على سلب سبعة ايه يا واحد? خمسة على خمسة. بواحد اتنين على اتنين. بواحد. بينما سلب اتنين على اتنين. لأ دي بسالب واحد. تمام? السالب على السالب بموكة بيروح مع بعض. تمام? فسبعة على سبعة بواحد. يبا قاضي بواحد. الخمسة هل هي هي العشرة على اتنين? ايوه المسطر. ايوه. الاتنين هي هي الاتنين اه. التلاتة هي هي التلاتة اه يا مستو. يبقى كل عنصر زي اللقصة ادعو. وليهم نفس النظم. ليهم نفس النظم. دي اتنين في اتنين ودي اتنين في اتنين. يبقى كده افدر اقول على المصفوفتين دول يا شباب متزن. مقابل لي بالزمت واضح تمام تمام يعني بقى لو انا عندي مصوفة زي كده مصوفة زي كده هل مصوفة زي كده مصوفة زي كده انا مصوفة دي اتنين في اتنين صفين في عمودين انا صفين في تلاتة ايو ما ينفق لازم يكون نفس النظر ليه مصطر الحبيب عشان يا اخويا ادي الواحد اوه زي الواحد الاتنين زي الاتنين تلاتة تلاتة الاربعة اختها الاربعة طب دول يا راحوا فين لا لازم يبقى ليهم كما زيهم بالزبط هنا كان ليهم كما في حالك زيهم لا يا مصطر ما فيش حاجة يبقى اكيد مصوفتين دول غير متساوية دي اوكي طب فعن لو انا عندي مصوفتين بيساووا بعض يبقى ليزم لهم نفس النظوم تساوى كل عنصر مع نظيره يعني اللي قصده يجي كيف لها مصوفتين بيساووا بعض افهمين ايه ان العنصر اولين انت زي الاولين بالزبط يبقى صد بكاما تلاتة العنصر التاني ده زي اللي قصده بالزبط يبقى صد بكاما الصفر دي زي اللي قصده بالزبط صفر الخمسة دي زي مين زي يبقى 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 كل عنصر زي اللي قصده كل عنصر زي اللي قصده التلاتة زي الصوت السين زي السلبة اربعة والجيم زي الخمس اوكي هل ما صوفتين دول بيساووا بعض لا مثلا لا هنا اتنين وهنا صفر ازو ما يفصل ابقى لكم دعوات تدخلوا على طول تمام تمام هيتكامل دعواته دلوقتي يقول لي اختر مما هي الي ممكن اي ساوى ما صوفتين دول يوم نفس النظم بس هل كل عنصر زي اللي قصده اللي اتنين زيها اتنين لا اصدها اصدها صفر الصفر اصدها اتنين تمام فكده ازاي بعض يبقى دولة غير متساوين هنا التلاتة اصدها السلب 3 اه يبقى كده غير متساويين تمام واضح لازم التلاتة يبقى اصدها تمام. بيجي يقول لي هنا ايه? لو انا عندي مصوف اسمها الف. فالعناصر كده. واحد خمسة ستة تلاتة. عايز اجيب مسلا. اتنين الف. يعني اتنين الف. يعني اتنين في الف. يعني اتنين في الف. اضرب اتنين في مصوفة الف. يبقى اتنين في واحد. باتنين. اتنين في خمسة. بعشر. اتنين في ستة. باتماشر. اتنين في تلاتة بستة. يبقى معنى كلمة اتنين الف. يعني اضرب كل العناصر اللي جوه في كامل? في اتنين. اضرب كل العناصر اللي جوه في اتنين. تمام? اضرب كل العناصر اللي جوه في اتنين. طبعا معنى كلمة اتنين الف يعني اضرب كل عناصر اللي جوه في اتنين. طبعا لو قال لي هاد سالب تلاتة الف. يبقى عامل ايه? هي هاتدرب سالب تلاتة في واحد سالب تلاتة في خمسة بسالب خمستاشر. سالب تلاتة في ستة. اه. بسالب تمنتاش. بسالب تلاتة في تلاتة. بسالب تسعة. يبقى معنى كلمة. اتنين الف دي. يعني بضرب الاتنين في كل عناصر الف. يبقى اتنين الف. يبقى اضرب الاتنين في كل عناصر الف. اتنين في واحد. اتنين في خمسة. اتنين في ستة. اتنين في تلاتة. معنى سالب تلاتة الف. يبقى الف في سلب تلاتة. لو قال لي مسلا سلب الف يعني سلب الف? يعني سلب واحد في المصفوف. اه ايوه سلب واحد في الف. سلب واحد في واحد. سلب واحد. سلب واحد في خمسة. سلب خمسة. سلب واحد في ستة. سلب ستة. سلب واحد في تلاتة. سلب تلاتة. يبقى سلب الف يعني سلب مطروبة في الف. يعني اتغير اشارات الف كلها. من الاخر. ده ضرب عنصر في المصفوف. ضرب عنصر في المصفوف. بيقوا يقول لي هل المصفوفتين دولة بيصاوا بعض? عارفنا دولة لا. عارفنا دولة. طب دولة بقى بص دولة. هل بيصاوا بعض? الاتنين بص خلي بالك من السؤال ده. بص خلي بالك عشان هنا في ايه برا? سالب. فالسالب هتتضرب الاول جوه مسوفة دي. سالب في سالب اتنين. ومجاب اتنين يا مستر. سالب في صفر بصفر. سالب في صفر بصفر. سالب في واحد بسالب واحد. يبقى ده المصفوفتين دولة كده. هل المصفوفتين دولة بيصاوا بعض? ايه يا مصر. كل عنصر زي الاصعود. الاتنين زي اتنين. الصفر زي صفر. الصفر زي صفر. السالب واحد زي سالب واحد. يبقى المصفوفتين دولة ما لهم متساويتين. المصفوفة دي ودي. هل بيصاوا بعض. لايه مش بيساوه بعض. يعني هنا الصفوف مش نفس الاعمcontب، odge الصفوف مش نفس الاعمcontب. ايه ايه ومل HELEMش نفس النظم مَ HELEMش نفس النظم. هنا النظم تنين في اتنين وهنا نظم التنين في تلاتة. ده اما صف سفرية. اتنين في اتنين اهو. ايه. تمام صفين فعمودين. كلها على نصرص الفر. هي التانية ده مصف سفرية برضو. كلنا اقول له عنا اصيرها صفار. صفين? في ثلاث اعمدة. اهو. اهو يا مستر كلهم صفار هنا. مفيش مشكلة. بس هو العمود التالت ده مفيش حاجة شابه هو. هنا. مفيش حاجة شابه. مفيش عمود تالت هنا. مفيش عمود تالت هنا. تمام? فلازم عشر مصفتين يكونوا متساويتين. يكون لهم نفس النظم. وكل عنصر زي الاقصاد. واضح? اوكي. ندخل على حاجة اللي بعدها. حاجة اسمها مدور المصفوفة. يعني ايه بقى مدور المصفوفة دي? بص بقى حد. انا عندي المصفوفة الف. المدور اسمها الف ميم دال. ميم دال يعني ايه? يعني مدور. يعني مدور? يعني لفها. يعني لفها? يعني خلي الصفة عمود. اوكي? يعني الصفة الاول ده هيبقى ايه? هيتقلب. الواحد والخمسة هيتقلب هيبقى? عمود اول. يبقى مدور يعني اقلب الصفوف اعمدة. او العكس طبعا. بس الاسهل الصفوف اعمدة. واحفظوها كده خلاصة اللي بالصفوف اعمد. الصف الاول هيبقى عمود اول او. واحد خمسة هيبقى واحد خمسة. الصف التاني هيبقى? ستة تلاتة. هيبقى عمود تاني. هيقلب هيبقى عمود تاني. تمام? يبقى العمود التاني هيبقى ستة تلاتة بس. هو ده معنى كلمة مدور. طب دورها تاني دور الناتج ده. دور الناتجة. يبقى الف مدور. نفس الصف الاول هيبقى عمود اول. الصف التاني هيبقى عمود تاني. ايه ده? طلعت هي هي ولا لا? واحد خمسة ستة تلاتة بسوا ايه? المصوفة الف. فلو جيه الالف مدور مدور. اقول له هي هي المصوفة الف. هي هي المصوفة الف. لما يجي يقول لي باق مدور مدور يبقى تساوه ايه? هي المصوفة باق بسه. المدور والمدور بيروح مع بعض. تمام? يبقى تلبقى لي باق. المصوفة جيم مدور مدور. طب هي هي? هي? مصوفة جيم ايه يا مصوف? انا عندي مصوفة الف اهو. مسلا انفعل عناصر دي. واحد سبعة اتنين. تلاتة خمسة اتنين. المصوفة دي النظم بتاعها كام? واحد سبعة اتنين. النظم النظم يعني كام في كام? اتنين في تلاتة. اتنين في تلاتة. بص لما دورها هتبقى كام? بصي حبيبي. الف مدور. يعني الصريق اللي بصف في الاول عمود اول. واحد سبعة اتنين هيبقى عمود اول. الصف التاني عمود تاني. تلاتة خمسة اتنين هيبقى تلاتة خمسة اتنين. بقيت النظم بتاعها كام في كام? كام صف في كام عمود? يبقى المدور بيعمل ايه? بيشأ ليه بالدنيا? الصف هيبقى عمودها. اه الصف هيبقى عمود بدل ما هي اتنين في تلاتة هتبقى? هتبقى تلاتة في اتنين. بدل ما هي اتنين في تلاتة هتبقى تلاتة في اتنين. تلاتة في اتنين. واضح? طب دورها تاني هتلاقي رجعة لاصلحة. لو جبت الف مدور مدور هتلاقي رجعة لاصلحة. تمام? الصف الاول عمود اول. الصف التاني عمود تاني. الصف التالت عمود تالت. رجعت لاصلحة ولا لأ? ده هي ايه? اللي هي مصروفة الف نفسها دي. يبقى لو اجي قال لي عندك مصروفة بقى النظم بتاعها اتنين في واحد. قال لي هات النظم بتاع المصروفة بقى مدور هيبقى? واحد في اتنين. في اتنين. طب لو قال لك عندك مصروفة بقى مدور مثلا تلاتة في اتنين. هات المصروفة بقى نفسها هتبقى? اتنين في ثلاثة. في ثلاثة هي هي مصروف. بشأ ليبهم بس. طب لو انت عندك المصروفة بقى مدور. مدور بيساوي اتنين في ثلاثة. يبقى عايز المصروفة بقى. بقى تطلع بكيب? اتنين في ثلاثة. ما بقى مدور مدور هي هي بقى مصروف. مدور مدور يعني ادورها مرتها هترجع لنفسها. هترجع لاصلحة. يبقى بقى مدور مدور هي هي بقى. مدور مدور هي هي بقى اللي هي اتنين في ثلاثة. يبقى بقى اتنين في واحد بقى مدور باش اقلبه مكان بعض. طب بقى مدور ثلاثة في اتنين. طب انا عايز بقى نفسها الاصلية. يا مستر هتاخد لها مدور. عشان مدور مدور هترجحها الاصلها. طب مدور يا مستر اللي دي. يعنيش قلبه. اتنين في تلات. مدور مدور يعني دولها يروح مع بعض هي هي باقي. هي هي باقي اللي هي اتنين في تلاتة. اوكي? تمام? هم دعاني سؤال? يبقى مدور المصفوفة. مدور مدور هترجحها الاصلها. لو كانت قلبه اتنين في تلاتة. قال لي مصفوفة اي ايه? مصفوفة الوحدة. يبقى اي مصفوفة الواحدة. رمز مصفوفة الواحدة اي. المستطيل دوت رمز مصفوفة ايه? مصوفة صفرية. فلو انت عندك مصوفة واحدة كده. كل عناصر قطر الرئيسي واحد وكل عناصرها صفار. قطر الرئيسي واحد والعناصر الباية كلها صفار. فلو جيت دورتها الصف الاول ده يبقى مد اول واحد صف هيبقى واحد صفر. الصف التاني صفرة واحد هيبقى صفرة واحد. فECTلعت هي هي ولا لأ? يبقى اذا كانت الف مصفوفة واحدة فان مدور هي هي نفس الايه? هي هي نفس المصفوفة. هي هي نفس المصفوفة. يبقى المعصد من كده ان المصفوفة اي بتساوي المصفوفة اي مدور. بتساوي المصفوفة اي مدور. بس بشرط يكون ليوم نفس الايه? شرط يكون ليوم نفس النظم. واضح. يقول لي هنا اكمل ازا كان الف تلاتة في واحد فان الف مدور ازا كان باق مدور اتنين في تلاتة فان باق في اتنين الف تلاتة في اتنين في واحد فان الف مدور مدور هيروح مع المدور فان الف مدور مدور هي هي الف هي هي الف اوكي ضرب عدد او معامل في مصفوفة بيتضرب في كل عناصر المصفوفة اهو يعنيا أنا عندي سين اوه.. عايز سين مدور. سين مدور يعنيني أعمل אيه مصير? الوقت طرح أعملني اتنين سين اهو. قمنا اتنين سين أتنين سيني precise ادرب كل عنصر في سين؟ في اتنين. تنين في واحد، اتنين. اتنين في سلم واحد بسلم اتنين. uhetify اتنين في اربعة تماني اتنين في تلاتة بست pen son ذائب التنين سين؟ يعني ادرب كل عنصر من عناصر المصفوفة سين في اتنين. اوكي طب لو عايز ادور هو عايز ادور هنا بصف الاول هيبقى عمود اولي للصف التاني هيبقى عمود تاني تمام اول عكس اخلي العمود الاول صف اول العمود التاني صف تاني العمود التالت صف تالت مش محتاجة احفاظ الاتنين خلي الصف الاول عمود اول الصف التاني عمود تاني بس تمامي شبيب اوكي تمامي اخر حاجة عندي المصوفة المتمثلة وشيبه المتمثلة بص يا حبيبي المصوفة المتمثلة لازم عشان تبقى متمثلة يبقى الف هيساو ايه? الف مدور. يبقى لما تيجي تلف المصوفة هيبقى الف تبقى الف مدور فبالتال عشان تكون مصوفة متمثلة الف هتساوي الف مدور. الف هتساوي الف مدور. يبقى لازم تكون مصوفة مربعة. ليه يا مصر? لان لما تيجي بتدورها بتبتل الصف عمودة. يعني لو اتنين في اتنين لازم تبقى اتنين في اتنين. عم لو اتنين في تلاتة بتطلع تلاتة في اتنين فهيساوي بعض? لا طبعا. يبقى الشرط عشان يا مصر تكون مصوفة متمثلة اول حاجة لازم تكون مربعة سواء متمثلة او شبه متمثلة سواء متمثلة او شبه متمثلة لازم تبقى مربعة لازم تبقى مربعة اوكي? واضح? ايوة شبه عشان تكون متمثلة او شبه متمثلة لازم تبقى مربعة لازم تبقى مربعة اوكي فبيجي يقول المسل لو انت عندك المصفوفة دي هل دي اقدر قول عليها ان هي مصفوفة متمثلة ولا لا نشوف دلوقتي اه انا عندي المصفوفة دي هدي ثلاثة هدي خمسة هدي مسلا تلاتة اتنين سلب واحد اتنين خمسة اربعة سلب واحد اربعة سفر مصفوفة دي اسمها الف لو جنت دورتها يا شبيب ايه اللي بيحسب ادوري بقى اللي بيه ايه يا شباب بقى اللي بصفوفة عامي دي امسل. بصف الاول ده هيبقى عمود اول. تلاتة اتنين واحد سلب واحد. بصف التاني. اتنين خمسة اربعة. خمسة اربعة سلب واحد اربعة سلب واحد اربعة سلب. هي هي ولا لا يا شبيب. بصوا دي ودي. شوفوا كل عنصر زي لقصة. اه طالما الف بي ساوي الف مدور. يبقى المصوفة اقدر اوليها مصوفة ملعة. متمسلة. متمسلة. يبقى معنى كلمة مصوفة متمسلة. لو دورتها. يبقى كل عنصر زي لقصاته بالزبط. واضح? طب في حاجة تانا اه. في حاجة في منتهى الاهمية. بص يا شباب الاحظ زي في المصوفة المتمسلة. حط دك على القطر الرئيسي. اطلح زي. العنصر دوت اسمه الف كامل. صف اول عمود تاني. والعنصر ده. صف تاني عمود اول. صف تاني عمود اول. طب ايه علاقة الف واحد اتنين بالف اتنين واحد. بيساوي بعض. العنصر دوت. الف كامل? صف اول عمود تالت. العنصر ده. صف تالت عمود اول. صف تالت عمود اول. يبقى الف واحد اتنين هي هي. الف اتنين واحد. الف واحد تلاتة هي هي. الف تلاتة واحد. طب ايه العنصر اربعة واربعة? الف العنصر اربعة دي. صف تاني. عمود تالت. ابدل ما كان بعض. يبقى تالت اتنين. واضح? تاني. تانا. المصفة دي يا يا شابب مش هكتبقى العداد اللي انا كنت ابتها دي. بص. المصفة دي انا عرفت ان هي مصفة مالها. متماثلة. طب انا مصفة قال لي في الامتحان متماثلة حطي ده عالكتر كده. بص حبيب كل سهولة. حطي ده عالكتر بص حبيب. عادت عالكتر اللي هو بالاحمر ده خلاص. القطر ده وتكهده مالوش لازمة بالنسبة لك. تهزفه. تهزفه. اوكي مالوش لازمة بالنسبة لك. كل عنصر زي لقصاته. قطر تاني بس ايه زي لقصاته. الاتنين زيها مين? زيها الاتنين. دي لازمة بقى زي دي بالزبط. دي زي دي بالزبط. اه. وانا نحزفه القطرة. اه نحزف القطرة. طالما ما نصفها مطماثلة. الاتنين زي اللي قصاته دي. السلب واحد زي الفوشاي بالزبط. الاربع زي الفوشاي بالزبط. يعني يا مصر يعني الف واحد اتنين هتبتل دول مكان بعض. عندك الف واحد تلاتة هتبتل دول ما كان بعض. عندك الف اتنين تلاتة هتبتل دول ما كان بعض. بس. اوكي? واضح? واضح همست. اه السؤال بتاع المتماثلة. السؤال بتاع المتماثلة هيجي يقول لهم. ازا كانت المصوفة دي مصوفة ملعة? المتماثلة. احطي دعا القطر دوت الرئيس واحزفه. اه القطرة. القطر الرئيس ده واحزفه. يبسين دي زي مين? السن دي هتبتل اربعة. زي الاربعة بس يبسين باربعة. كل سهولة. الواحد زي مين? زي الواحد اللي في الشكل. واحد. الاتنين سات زي مين? بس ست. بس اتنين سات بس ست. يعني السات بكامل? والتلاتة. بس. يبقى تاني يا شباب. المصوفة المتماثلة. احزف القطر الرئيسي ده. القطرة ده بحزفه. كل عنصر زي القصادة. سين زي الاربعة. الواحد زي الواحد ماشي تفتني في حاجة انا عايز الصوت. الاتنين سات بستة. اوكي? الاتنين الصوت بستة. يعني الصوت بتالكتة. واضح? حد عند ايه سؤال في دي? تمام يا شباب? ايو ايو تماما. المصروفة المتماثلة قلنا الف بيساوي الف مدور. المصروفة الشيبيه متماثلة? الف هي ساوي. سالب. الف مدور. سالب. الف مدور. يبقى اول ما يقول لي قلب بتساوي سالب. الف مدور. يبقى اعرف ان المصروفة دي ما لها? شبه متماثلة. شبه متماثلة. زي مصروفة دي مسع قدامه. شوف شقلبها هتلاقيها هي هي بالزبط بس كل الحاجات اتغيرت اشارتها. اول حاجة عشان المصروفة تكون شبه متماثلة. لازم في شرطين. الكتر رئيسي يكون كله اصفار. تاني حاجة يا مستر. تاني حاجة يا مستر. ان الالف او باق. هتساوي سالب باق مدور. جيم هتساوي سالب جيم مدور. الف هيساوي سالب. الف مدور. تمام? هل ان الكتر رئيسه كله اصفار? اه يا مستر. الكتر رئيسه كله اصفار. طب هت قادش اقليبها دي. قاد المدور بتاعها. الصف الاول هيبقى عمود اول. بصف واحد سالب اثنين. الصف التاني عمود تاني. سالب واحد. صف التاني. صف التالت عمود تالت اتنين سالب تلاتة صف. هتلاقي كل عنصر. هتلاقي كل عنصر زي ايه? زي الاقصادة بالزبط بس بعكس الاشارة. بس بعكس الاشارة. او الصف زي الصفر. بعكس الاشارة ما هو الصفر مانوش اشارة. الواحد زي سالب واحد. سالب اتنين. هتلاقي اصادها اتنين. سالب واحد اصادها واحد. صفر صفر. التلاتة سالب تلاتة. الاتنين سلب اتنين. السلب تلاتة. تلاتة ودي صفر طور. اوكي? ودي ايه? هنا في صفرين. انا صف في التالة يبقى عمر تالة. اتنين سلب تلاتة صفر. اوكي بكل عصر زي اللي قصده بقى السبع عكس ايه? السبع عكس الاشوار. عكس الاشوار. فبالتالي الف هتساوي سالب الف مدور. فدي بقى بديجيل ازاي في الامتحان? بصي حبيبي. بصي حبيبي. لو قال لي المصطوفة شيفه متمثلة. اعمل ايه? الاقي دايما القطر الرئيسي ملو. اصفر. بحزفه. بحزفه. بقول كل عنصر زي اللقصادة بعكس الاشارة. يعني ايه مصطر. يعني لو هنا سين مثلا. انا عرف ان السين دي لازم تبقى بواحد. هقول له سين بتساوي. العنصر للقصادة بس تغير اشارته. العنصر للقصادة بس تغير اشارته. بس تغير اشارته. يبقى سالب. في سالب واحد? بواحد. حتى يعني لازم سين تبقى واحد. بص هنا. دي مسلا صاد. صاد هنا في سالب اتنين اهو. الصاد دي زي اللقصادها. اللي هي الاتنين بس بعكس الاشارة. اغير اشارة اللقصادة. يبقى صاد بتساوي سالب اتنين. اه. يبقى صاد بتساوي سالب اتنين. هنا العنصر ده مسلا. اسمه عين. يبقى عين هتساوي زي اللقصادة بس بعكس الاشارة. سالب في سالب تلاتة يعني التلاتة. تاني. تاني اهو. تاني. انا عارف يقول يقول لي في الامتحان المصوفة دي شبه ومتمسلة. بدل سلب واحد حاطرد لسين. يبقى دا زي اللقصاد اللقصد اللقصد هل هو سلب واحد. بدل الاتنين حاطرد لصادل ب onaعين تمام يبقى بدل السلب واحد لسين. اقول له السين زي الواحد بس بعكس الاشارة. يبقى سالب واحد. او بالفعل. الصاد زي اللقصادة بس بعكس الاشارة. يبقى سالب سالب اتنين. يبقى موجة باتنين. العين زي اللقصادة اللي هي التلاتة بس بعكس الاشارة. يبقى عين بيساوي سالب تلاتة. او يبقى اقول له شيء بمتمثلة. يبقى زي بعض بس بعكس هيه الاشارة. دولة زي بعض. دولة زي بعض. دولة زي بس باكس الاشياء. واضح? تمام? السؤال بتاعها بيجي لي ازاي? اهو. اه بيجي يقول لي المصروفة دي ما لها شيبه ومتماثلة. يبقى كتر الرئيسي ده اعلم عليه حزيفه ملوش لازمة. تصفار. اوصل لحواليه. اهو. الاتنين سينة تطلع بكام? الاتنين سين بكام? باربعة. ده بقول بعكس الاشعار. اهو. بس لب اربعة. يبقى سينة تطلع سلب اربعة الاتنين. سلب اتنين. الصد تطلع بكام? بس لب سبعة. اه ايه بعكس الاشعار. الصد تطلع بس لب سبعة. الصد زائد عين هتطلع بكام? اه بس لب خمسة. بس كم. اوكي اشيدي الصد وحط ما كانا سلب سبعة. زائد عين هيتساوي سلب خمسة. وقت السلب سبعة نحا التانية بموكب سبعة. يبقى العين هتساوي سلب خمسة موكب سبعة يعني اتنين. جبت السين والصد والعين. واضح? يبقى شيبه متمثلة? يبقى كله عنصر زي اللقصاده. حطهو. باكسر الشعر يعني اتنين سين بيساوي مش اربعة سلب اربعة. يبقى السين بسالب اتنين. الصد مش بيسابعة لأ بيسالب سبعة عشان دي الشيبه متمثلة. الصد زائد عين بسالب خمسة وبحل المعادل. واضح? تمام? عرفت يعني ايه متمثلة? شيبه متمثلة? اي سؤال في الدرس يا شابب? كل السلة اللي موجودة عندكم فين? موجودة عندكم في الدرس. بص هنا اشاهد جابلي سؤال زي كده. بيقول المصوفة دي ملعة? شاببه متمثلة. يبقى اكيد الصف دوت ماله كله? صفر. صفر. يعني الف بصفر. بيساوى هاق بيساوى عين. كل دوت بيساوى ايه? بيساوى صفر. اول ملاقي اول ملاقي هاق او عين او ايه يا مستر اللي ايه برضو بايه? اصفر يا مستر. طبعا دي هاق دي. اوكي? هاق دي برضو بايه? دي بصفر يا مستر. اوكي? او سوري العين بصفر. دي 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 عادي. يبقى الالف دي بصفر. والعين دي يا مستر بصفر. خلاص ما نرمش لازم. صفر زاد اي حاجة بنفس الحاجة. تمام. بيجي يقول لي طالما يا مستر. ايه علاقة باق ودال يا مستر? زي بعض بس بعكس الاشارة. يعني باق بيساوي سالب دال. طب ايه علاقة جيم بسين يا مستر? جيم بيساوي ايه? اه سلب سين. ايه علاقة واو بساط? اه واو بتساوي سالب ساط. يبقى اضع اراشيل با وحط ما كان سالب دال. اضع اراشيل جيم وحط ما كان سالب سين. اضع اراشيل واو حط ما كان سالب ساط. على دال زائد سين زائد ساط. لو خدت من فوق سالب عمل مشترك. هتبقى لي ايه? سالب يعني ايه هغير اشارات اللي كله سالب خدت عمل مشترك بتغير اللي جوه. بعد اما هو سالب يبقى موجب. بعد اما هي سالب سين? تبقى موجب سين. بعد اما هي سالب ساط? تبقى موجب ساط. على دال زائد سين زائد ساط. اه اي حاجة على نفسها بواحد? بس فيه سالب هنا. يبقى سالب اضروف واحد بسالب واحد. وانا اتا غاية طلع ايه? سالب واحد. الفكرة كلها ان الصف دو القطر دو صفور طالما شيبه متمثلة. قلت قالب بتسوي ها بتسوي عين بتسوي صفور. فلاقيت قالب شلت وحطت مكانه صف. ملوش لازمة صفر زائد اي حاجة بصفر. شلت عينه وحطت مكانه صفر. عارف طالما شيبه متمثلة? بق مش بدايه. لأ بق بسالب دال. يعني لو هنا مصر اتنين هتلاقي هنا سالب اتنين. فلو بق باتنين يبقى هنا سالب سالب اتنين يبقى بق بيساوي سالب دال. جيم بيساوي سالب سين. واب بيساوي سالب سالب. يبقى انا اشيل بق. احط السالب دال. اشيل جيم. احط السالب سالب. احط السالب هنا موجود هنا في كله. اخدتوا على ما مش فرق. وبتبقى لي دال زائد سين زائد سالب. دال وسين وساد. اتروح مع لتاعت فاتبقى لي السالب واحد. السالب واحد. واضح? عند عند اي سؤال? بيقول لي ازا كانت الف مصفوفة متماثلة واشيبه متماثلة في نفس الوقت. اوكي? الف دي ينفع تطلع ايه. يا مستر المصوفة المتماثلة واشيبه متماثلة في نفس الوقت. في نفس الوقت المصوفة الصفرية. ايش المصوفة الصفرية هون? متماثلة يعني ايه لو دورتها? اتطلع هي ايه? تمام? طب الف اهم دور بيساوي سالب. الف ما دور ما سالب في الصفار دي كلها اتطلع ايه? اتطلع برضو صفر. يعني مش هتفرق. اوكي? والمصوفة الصفرية هي اللي بتبقى متماثلة. شيبه متماثلة في نفس الوقت. المصوفة القطرية هو يا حبيبة. واحد مسلا صفر 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 صفح. صفح صفح. معادة ايه? معادة الو. اوكي فلو جيت لفتها. تمام مسلا هنا انا في تلاتة. اوكي. جيت لفتها تلاقي الصرف الاول بقى عمود اول الصف الثاني بقى عمود ثاني. الصف التالي بقى عمود عادة تالت. هتبقى عاديا مصر متمثل. طب الشيء في المتمثلة هل لو لفتها طبعا يطلع لي فيه سوالك اللي شعرتها ستختلف. هل في حاجة تبقى سوالك? ما لديك تبقى شيبه متمثلة في نفس الوقت. لا يا مصر ما فيش حاجة تختلف. طب انا المصفوفة الوحدة. هنا كلها وحاية. فلما تيجي تلفها او هتبقى يا مصر متمثلة. طب شيبه متمثلة? لا. ليه? لان هيبقى ما فيش سوالك. ما فيش سوالك لازم الوحيدة تبقى سوالك. مصفوفة الصرف ما ينفعش تبقى اولا متمثلة ولا شيبه متمثلة? لان لازم تكون مصفوفة مربعة. لازم تكون مصفوفة مربعة. مش هلاقي غير مصفوفة ايه? في الصفر ايه. عايزك تحلوا التمارين اللي موجودة عندكو فين في المذاكرة. لو ايه جدا. التمارين اللي موجودة عندكو فين في المذاكرة. واضح? قل له السيئلة تختر بس. السيئلة تختر. ماشي. اوكي? تمام. ايه سوال الشيخ? لا مستر شكرا. ماشي يا شباب بالتوفيه ان شاء الله. ذاكرة اول بقول يا شباب عشان ما ضيبها سهل وبسيط ان شاء الله. ومذكرها هابعتلكو بازن الله على ايه? هابعتلكو على اللي تلك لي. ماشي. سلام. يا الله السلام وعليكم. وليكم السلام. السلام. السلام عليكم. موسيقى اشتركوا في القناة